إذا كانت قرارات الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمصالحة المعارضة التي شاركته الحوار قد وصفت من قبل البعض بأنها بداية عهد جديد فإن بعض أقطاب المعارضة الرافضة أصلا للحوار مع الحكومة قللوا من أهمية هذه القرارات التي منح بموجبها البشير الأحزاب السياسية حرية العمل أشككوا كذلك بإمكانية تنفيذها والحوار موضوع مش الفريات ولا وقف الحم الحوار موضوع التدمار الحصل للسياسات النتيجة للسياسات الاقتصادية وسياسات هذا النظام قبل 25 سنة الماضية نحن عايزين نراجع هذا كله نضع نتفق حول كيف نعيد بناء السودان المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أكد على أن خطوة البشير تمثل أساسا لخارطة جمعوراتية تمكن الجميع من طرح أفكاره وبرامجه وهي مبادرة لإبداء حسن النوايا من جانب الحكومة وعلى المعارضة أن تستغل الفرصة أعتقد أن الاجتماع خرج بموجه جيد سيعجل بعجلة الحوار لأنه يتفق على تكويل لجنة عليا لإدارة الحوار من القوى السياسية الحاكمة والمعارضة أما دار في مؤتمر التشاور بين الحكومة وأحزاب المعارضة سيطر على أحاديث الناس أتناولته وسائل الإعلام المحلية بشكل تفصيلي وينتظر الشارع السوداني أن تنعاكس نتائج الحوار على أرض الواقع أملا في تغيير المشهد والله غرارات الرئيس الحمد لله يعني كويسة غرارات الصارمة وغرارات قوية جدا جدا بقاية الأحزاب اللي ما جاءت يكون في مبادرة من الرئيس عشان يدعوهم ويرى كثيرون أن الحوار الوطني يدخل الآن أصعب مراحله فهناك من يراهن على تواصله وأيضا من يعتقد أنه لن يستمر في ظل عقبات كثيرة تعترض العملية إلى جانب النزاعات التي تشهدها بعض المناطق وبحزم مخرجات اللقاء فإن الخطوة القادمة تتجسد في تكوين لجنة لم يتم الإعلان عن أعضائها بعد يفترض أن تعمل على إدارة المراحل القادمة من الحوار يبدو أن السودان على أعتاب مرحلة جديدة بعد الخطوة التي اتخذها الرئيس السوداني لكن إجماع على أن نجاح العملية مرهون بعودة الاستقرار لإقليم دارفور وتوقف الحرب في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرع سبأ سيف الدين الغضو العربي الخرطو ترجمة نانسي قنقر